أبو وطالبات كلية الدراسات المصرفية والمالية احتفي بتخريجهم بعدما أكملوا متطلبات الدراسة في تخصصاتهم ببرنامجي الدبلوم العالي والبكالوريوس وهاهم يعتلون منصة التتويجي محققين أهدافهم التي رسموها لأنفسهم نبارك لهذه الكوكب المتميزة من الخريقين والخريقات والذين بلغ عددهم 639 خريق وخريقة من برامج البكالوريوس وبرنامج أيضا الدبلوم العالي حقيقة نفخر ونفاخر بهذه الكوكبة ونقول لهم طبتم وطاب حصادكم ونسأل الله لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من المسيرة العلمية والعملية وصلنا واجتهدنا ووصلنا للشيء اللي احنا نتمنى خرقنا هذا بفضل الله وبفضل أهالينا واصحابنا اللي ساندون أن نتخرج حصلنا للفرص التوظيفية والفرص التدريبية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة هذا اليوم ما أتى الأبعى الثمار من تعب إخواني وإخوات الخريجات الخريجون والخريجات تنوعت تخصصاتهم في المحاسبة المالية والتدقيق والعلوم المصرفية وإدارة الأعمال والموارد البشرية والتسويق مؤكدين جاهزيتهم للمنافسة لسوق العمل ما كنا لنصل لهذا الإنقاذ لولا توفقا من الله وأسرارا منه ودور أهالينا الفعال وأهن جميع زملاء وزميلات الخريجين والخريجات بهذا اليوم المميز مشروع التخرج بأمانة كان ممتاز يعني كانوا أفكار جديدة خلوا الطلاب بنفسهم يختاروا المشاريع كلية الدراسات المصرفية والمالية تميزت بجودة مخرجاتها ومناهجها الدراسية فقد تأسست بصفتها كلية مستقلة في عام 1983 ولها دور محوري تضطلع به في تعمين الوظائف للقطاع المصرفي فرحة الخريجين تملأ محياهم ولسان حالهم يقول صحابي يا رفاق الدربي أني لفي فرح يمازجه افتخار إسماعيل بن إبراهيم الحظرمي مسقط